لكن هذا الجواب هذا السؤال هو يجبت عليه وقد يكون ننتقد لنبعض على تكرار نفس الجواب لأنه هو الجواب يعني الجواب ما ممكن يصير اليوم شكل وباشر شكل شن الجواب؟ الجواب أنه إحنا بالنسبة إذا الحكومة ارتأت إجراء تطبيق سلم الرواتب وتحتاج إلى تعديل لبعض قوانين المؤسسات إحنا حاضرين وإن رغبة بصراحة تحقيق العدالة ما بين الموظفين الموظف يعمل في هذه المؤسسة ويأخذ راتب جيد وشخص يعمل في مؤسسة أخرى وراتب متدني جدا والمناسبة الشخصين نفس عنوان وظيفي نفس عنوان وظيفي هنا شكل هنا شكل ولكن المشكلة وين المشكلة أنه هذا قرار حكومي احنا المحكمة التحادية المحكمة التحادية أوصت بأنه لا يجوز المجلس النواب تشريع أي قانون في جنب مالي بالتالي لا يمكن اليوم أن نصوّث على سلم رواتب تروح للحكومة وتقول أنا ما قدر أغير أربعين قانون مجلس النواب يعتذر إذن إحنا ما عدنا إحنا المجلس النواب لا يمكن أن يعترض على أي قرار يعني ما هو قد تتعدل أربعين قانون هايش يقول سيد ريسول لا هو كثريتها بصراحة ليست يعني تعديل قوانين وإنما هي قرارات مجلس الزراء يعني هو بعض المؤسسات تأخذ بقرارات مجلس الزراء تخصصات مالية مخصصات ما يحتاج تعديل فقط كمؤسسة وممكن أن يجر عليها تعديل بالتالي أقول هذا يعني إذا تم تشريع قانون سلم رواتب جديد يمكن ضمن أن يتلغي هذه القرارات طبعا ذاكي قانون الخدمة المدنية اللي بيه الملاك وبيكذا وبيلعناه ووظيفة قانون الملاك اللي يعني بصراحة لما قانون الخدمة المدنية نشارعنا قانون الملاك أشرنا أنه الحكومة يجب عليها أن تنجز قانون الخدمة المدنية اللي هو ينطي يوضح كل الفعاليات وينطي تحقيق عدالة ولكن يقول لي يطبق هذا موضوع مناطب الحكومة وليس بمجلس النواب زين يجد يكلف الدولة إذا عددنا سلة مرات يعني بحدود 8 تريليون إضافي تقريبا يعني سادات سمع الناس هم متعتبر رقم ضخم جدا يعني 8 تريليون لا إحنا بالتالي شوف إحنا سادات سامر من نتحدث 8 تريليون المواطني ما معني يقول لك أنا زيدني 50 ألف 200 ألف 200 ألف زيد ماشي عمري لا تقلي تريليونات بالتالي علينا أقول كل هذا بصراحة شون ذكرنا إحنا الانتقادات بالتعينات إذا يبقى التعيين الأساس فقط هو مص فقط في المؤسسات الحكومية راح نبقى نعاني من هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر